اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تمثل شكلا مهما من اشكال التعاون البناء بين البلدين في مختلف المجالات والتي تتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله وقال سموه ان العلاقات البحرينية الاماراتية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الرياضي ونحن حرصون على تسخير الرياضة للعمل الانساني والمساهم الفاعل في تأهيل وعلاج الاطفال الذين يعانون من التوحد من خلال الرياضات الخيل الامر الذي يساهم في ايجاد تعاون بناء وقوي يساند هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا ويمهد الطريق الى خلق بيئة متميزة وصحية وفاعلة لعلاج الاطفال الذين يعانون من التوحد من جانبه اعرب سمو شيخ خالد بن زايد الانهيان رئيس مجلس ادارة مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم اعرب عن تقديره للقائمين على الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في مملكة البحرين الشقيقة ورحب سموه بابرام مذكرة التفاهم المشتركة بين المؤسسة والاتحاد مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وكان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد وقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم حيث وقع الاتفاقية عن جانب الاتحاد الملكي سمو شيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعن جانب مؤسسة زايد العليا سعادة عبدالله عبدالعالي لحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم من جانبه قال سمو شيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ان الاتفاقية تمثل تأكيدا لتوجيهات سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في التعاون مع مختلف المؤسسات في دولة الامارات لتقوية أواصل التعاون بين البلدين وفي نفس الإطار أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الامارات لدى مملكة البحرين أعرب عن بالغ سعادته بمشاركته في التوقيع الاتفاقية التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين من جانبه أكد سعادة الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الامارات أن رياضة الفروسية في مملكة البحرين ودولة الامارات شهدت طفرات نوعية في الفترات الماضية وأن هذه الاتفاقية ستساهم في مواصلة الارتقاء برياضة الفروسية خصوصا في الجانب الإنساني ترجمة نانسي قنقر